نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وفته المنية اليوم وفي بيانا صدرا عن رئاسة الجمهورية نعت مصر الزعيم الفقيد الرجل العظيم الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية وحريصا على شؤونها وحكيما في قيادته فقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية هذا وعلنت مصر الحدادة على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد سئلتنا الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان